بنفهمه على وضع الإنسانية وحضارة الإنسانية تتغير أيها فندم تتغير وجوب اللحية للرجال دي اللحية دي أنا عارف دي كانت أساسية لدرجة أن ثورة الإسلام السياسي والسلفي في 2012 لما قالوا هنعمل مليونية اللحية يعني كان من ضمن ما يتباهل لا وإنه زباط الشرطة وإنه لهم الحق وأنا أفاكر القضايا اللي اتعملت إنه هم من حقهم إنهم يبعدهم لحية وأول آخر أيها فندم وقالوا شوفوا الدول الخليج والزائي لآخرة وملتزموش بضوابط العمل في الجهات الأمنية العمامة وقطاء الرأس ما كانش فيه خطيب جمعة يجرؤ يطلع من برمى غير ما يكون لابس عمامة ما كانش فيه إمام ليصلي أي صلاة من الصلاوات الخمسة إمام في الصلاة الصور كلها موجودة من عمامة طرأسه وحديث ورد في العمامة الآن أصبح والخروج المذهب الشفع بيعتبر الرجل الذي يخرج عاري الرأس ساقط المرؤة لا تقبل شهادته كل ده نجلسه فيه المذهب الشفع أيه المذهب الشفع كله يعني وكثير من الفقهة في مذهب الأخرى مما يدل على إن غطاء الرأس بالرجل ده كان العرف تأخذ كضغط ديني لكن تضح إن هو إيه؟ إن مسألة عرفية عرفية تحريم دبلة الخطوبة إزاي؟ ده أمر زي دبلة الخطوبة بالنسبة للمرأة وخاتم الدهب إلى الآن دنيا سكتة سيادتك ولا غيرك اللي يربس دبلة دهب في بعض الفقهاء زي المذهب الحنفي مأجاز الدهب القليل وكلمة القليل دي ما حدش يدخل فيها اللي يدخل فيها مين؟ نسبية نسبية لن بدبلة الدهب دوقتي بيتشغل البرائب نعازب كان لابس خاتم دهب فقالوله أنت تلبس خاتم دهب وفي ناحي قالهم كيف أخلع شيء ألبسانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن في بعض الصحابة كانوا بيلبسوا الخاتم الدهب والرسول ألبسه تحريم لبس الإفرنج ورباط العنق أول واحد لبسه وعلى نفسه في دول ما بتلبسش لرباط العنق يا فندم أنت بتشوف في الوقت دعاة بيسمون دعاة الجدد الدعاة الجدد اللي بيطلعوا عاشيك جدا بيلبسوا إيه؟ لبس الشباب الآن صح؟ تي شيرت وجينز ومربي عضلاته بتاعه بيقلته حسن البنة لما أول ما ظهر لبس البدلة بس يطولها شوية كان كلهم بيلبسوا الجلباب والعمة هو طلع لبس البدلة يعني الإخوان هم أول ناس غيروا الزي أيها فندم ده شاء فالتغيير ممكن ده الدعاء الجدد هم دول الدعاء الجدد اللي عملوا ببنة عملوا الوقتي أتبعهم وتلمزتهم وبقرأوا عليك خير لما العرف يتغير والناس تلبس زي يليق بزمانها الشيوخ برضو هيلبسوا زيهم الأمر الآخر تحريم مصافحة النساء ده كان لا أسلم وخاصة في بداية التعليم أنا لا أصافح لما كان العميدة كلية كان في التعبير له لا أصافح أنا أسلم أيها فندم الآن في زي ما ورد عن إسحاق ابن رهوية بيحل ذلك والمذهب الحنفي أجازه للكبار الوعي جائز لكن إسحاق ابن رهوية أجازه مطلقا الحرمة بنية اللي يعمل حاجة غلط هو ده الحرمة عليه لكن المصافحة على قول إسحاق ابن رهوية اللي انفرد بذلك اللي هو متين تمانية وتتين هجرية مات هذا الرأي إلى أن الآن أصبح طبيعي جدا كل المسؤولين بيصافحهم المنسوبيهم ذكر كنا وأنسى بكل احترام والإنسانية والزمنة بكل احترام حق ضرب الزوجة الناشز لأجل قريب لحد لما الشعب المصري في أهداف السنوات القيلة الماضية قريب 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 لما قالت ضرب من أجل تأس الكبرياء هاو الدنيا قامت ولم تقعد قال لا أنا عايز قانون يجرم الضرب احتساب الطلاق الثلاثا كان ده يعني والله إلى عشرين سنة الماضية كان اللي يطلق يقول عليها الطلاق بالثلاثة يحسب ثلاثة فورا والأسرة تتخرب أو يتم الاستعانة بمحلل الآن أصبح لا والأكثر من ذلك الآن اتجوز رسمي طلق رسمي انت خلنا كمان في الشاف أيوة فندي الحق تعديد الزوجات بدون إذن الزوجة الأولى والتانية والسابقة ده كان لمحدش يقدر يقرب من الحق ده ده يخلي حد يفتي بهذه الفتوى يشوف هتعمل معه والزوجة الأولى هتقول له إيه هتقول له فين حق في الميراس فين حق في المرتب كان كله بيجيلي ده بقى ممكن يكتب شرط في الأسيمة أيوة فندي تحريم لبس الشرط القصير عند الخلق فوق الرجبة آه اللعب القورة كان ده كله حرام إزاي لأن عورة الرجل مناصل الرجبة رجبة فاللي فوق الرجبة ده الظاهر ده محرم الآن مذهب الظاهرية هو السائد مذهب الظاهرية يرى أن السوء فقط سوئتين فقط هم العورة بالنسبة للرجل ولاية الرجال على النساء الدينية أنت مسؤول أنت يا زوج مسؤول عن مراتك عن صلاتها وعن صيامها وعن حجابها ويتحاسب عنها يوم الإيامة النهاردة كل الرجال بيقولوا إيه أنت وربك بقى هو كده وكل إنسان نعزبناه وطائره فيه عنق بي إنسانه على نفسه بصيرة وكلهم آتية وما القيمات فردة أو ممكن ينصحها مثلا أو كده وهي تنصح ولا هو ينصح وهي متنصحوش أنا آسف لا من عمل صالح أم من أنت أنت وهم مؤمن الاتنين سواء ناخد بقى بعض النمازج في المجتمع اللي هي فتاوة كانت سائدة في المجتمع